على غير العادة مزارع المواشي في غزة شبه خالية من المشترين نظراً لارتفاع الأسعار فموسم الأضاحي الذي يفترض أن يكون في ذروته يشهد حالة من الركود غير المسبوقة ما ينذر بخسائر فادحة في طريقها للتجار بصراحة نحن نتفاجئنا بسعار الأسعار الأضاحي السنة هذه ما كانت مختلفة بشكل كبير على الأسعار السنة الماضية فرق تقريباً بكل كيلو أربعة أو ثلاثة شكل فاللي بدي يضحي رح يضحي ولكن بدلاً ما يشتر عجل ستمائة كيلو وسبعمائة كيلو بشتر عجل خمسمائة كيلو الفرق يعني في العجل الفرق في السر بنزل في الوزن ونتمنى إن شاء الله أن الأمور تكون أحسن من هيك والأسعار تنزل لأنه بصراحة في ناس كتير كانت بدها تضحي ومش حتقدر تضحي فرق الأسعار فرق هذا الأسعار المش طبيعية ونتمنى إن شاء الله أن تكون الأمور أحسن وربنا يهد البال وكل عام أنتوا بخير على الرغم من خفض الأسعار إلى سعر التكلفة إلى أن القدرة الشرائية لم تحرك ساكنة ما دفع بعض التجار للتفكير في خفض الأسعار لما دون التكلفة تجنباً للسيناريو الأسوأ وهو تكدس المواشي لما بعد عيد الأضحى بالنسبة للموسم السنة الإقبال على الأضاحة السوق ضعيف بسبب غلاء الأسعار والسوق لا يوجد إقبال ككل سنة بقنا أن نطلب في العجل 22 شكل نزلناها لـ 21 شكل برضا كل الإقبال ضعيف نحن مضطرين هالقيتها يعني اجتمعنا في الشركة شركة النادي أنه نبيع بسعر التكلفة بـ 20 شكل أنا ناس كتير من زباين المزرعة بطصل فيهم بقولهم ما لكم ما جيتوش لهالقيت بقولوا لي والله الأسعار الأسعار غالية يا أبو جمال ليش اللي نيجي نضحي بـ 22 شكل وهذا العجول نحن معرضي لخسارة كبيرة إذا العجول هذه باتت لأنه أنا لما أنا أتبح العجل هذا بعد العيد وأقول اللحم تأخذ شكفة لحم وتكون وزنها 80 و90 كيلو برداش يأخذها اللحم معروفة الإيد أو الفخدة العجل لازم تكون 40 و50 كيلو حالة مأساوية يعيشها التجار في ظل عزوف المشترين وزيادة الأعباء المفروضة عليهم من كل حد وصوب والتي تثقل كاهلهم نظرا للشح عملية البيع والله في ركود السنة كتير الأسعار غالية كتير السنة عالميا هي والعلف السنة غالي وبرضو الحكومة بشرح مانا يعني إحنا قاعدين الباج هذا اللي بجينا البلدية بتبيع السوق طب هو يدور على الأسواق هذا الكلام اللي قاعدة بتطلب قاعدة مننا الأربعمائة شيكل لترخيص المسلخ بطلبوا مننا تبعون الباج ألفين شيكل على كل عجل طالعة كل عجل موجود عنا المسيرة كلها اللي موجودة هذي كله بس دفع مصاري اليوم إحنا مش قادرين نحطه على المواطن إذا إحنا حطينا الكلام هذا على المواطن مش تريش إحنا قاعدين مش تري لعجول بـ 22 شيكل ومنبيع للناس قاعدين إحنا منضطر نخسر عشان مش بضعتنا وفيش حضرة حيبنا في هذا الكلام ارتفاع أسعار الأضاحي ضرب الموسم في مقتل في ظل ترد الأوضاع المعيشية في غزة إلى ما دون المستويات الآدمية ما خلق حالة من اليأس لدى التجار من جهة ومن جهة أخرى أثقل كاهل المواطنين وحرمهم من تأدية سنتهم الدينية سنابل الغل وكالة خبر غزة فلسطين شكرا